بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأتم المغسلين نبينا محمد عليه أفضل صلاة وأتم تسليم أبناء الطلاب بنات الطالبات أسعد الله وقاتكم بالخير والمسرات معكم معلمكم الأستاذ علي القحطاني ويرافقني في لغة الإشارة زميلتي الأستاذ منسحالي بمشيئة الله نستكمل وإياكم دروس مادة الرياضيات لصف الثاني الابتدائي وعنوان درسنا لهذا اليوم خصائص الجمع عنواننا خصائص الجمع إذن ننطلق مع فكرة هذا الدرس بارك الله فيكم سنتعلم اليوم جمع الأعداد بأي ترتيب وكذلك جمع الصفر إلى أي عدد آخر بإذن الله هذا ما سنركز عليه هذا اليوم ننطلق بارك الله فيكم إلى هذا الاستعداد استعرضنا فكرة الدرس كذلك الآن سنستعرض وإياكم بعض المفردات الجديدة الجمع ناتج الجمع الأعداد المضافة بإذن الله هذه المفردات سنتطرق لها في درس اليوم يا مبدعين ويا مبدعات جاهزين؟ بارك الله فيكم أجمع لأجد ناتج الجمع والأعداد التي أجمعها تسمى الأعداد المضافة تسمى ماذا؟ الأعداد المضافة بارك الله فيكم إذن لدينا هنا بارك الله فيكم هذا المثال ثلاثة زائد خمسة إذن نستطيع أن نقرأها كذلك ثلاثة مضافة إليها خمسة هذه ثلاثة زائد خمسة هي أعداد مضافة بارك الله فيكم إذن الأعداد المضافة هنا في هذا المثال هي الثلاثة والخمسة بارك الله فيكم إذن أبناء يبناتي لحظوا معي عندما نريد أن نجمع ثلاثة زائد خمسة هم عددان مضافان كم سيكون ناتج الجمع؟ ناتج الجمع سيكون هنا كم سيكون يا مبدعين ومبدعات؟ بارك الله فيكم ثمانية خلونا نشوف كيف جات انظروا إلى هذا النموذج في الأعلى أبناء يبناتي خلونا نغير لون القلم هذا النموذج لدينا في الجزء اليمين واحد اثنان ثلاثة إذن يمثل ماذا؟ يمثل العدد الثلاثة العدد المضاف الأول ننظر إلى اليسار واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة يمثل ماذا؟ كذلك العدد المضاف الآخر إذن ثلاثة زائد خمسة أستطيع أن أقوم بعدها بارك الله فيكم جميعا فأقول واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية فيكون ناتج الجمع بارك الله فيكم هو ثمانية يا مبدعين يا مبدعات إذن مثل ما لاحظنا العددان المضافان هما ثلاثة وخمسة وناتج الجمع في هذا المثال هو ثمانية بارك الله فيكم إذن ثلاثة زائد خمسة تساوي ثمانية طيب خلونا نشوف المثال التالي بارك الله فيكم لدينا هنا خمسة مضافا إليها ثلاثة إذن العددان المضافان هو الخمسة والثلاثة كما نرى في النموذج في الأعلى على اليمين واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة وعلى اليسار أبناء بناتي غير اللون عشان يوضح أكثر هذه واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة الشق اللي على اليمين ويمثل العدد خمسة بارك الله فيكم العدد المضاف الأول الشق اللي على اليسار بارك الله فيكم واحد اثنان ثلاثة ويمثل العدد المضاف الثاني إذن خمسة زائد ثلاثة كمسة تساوي أبناء بناتي بارك الله فيكم إذن ناتج الجمع هنا كذلك يساوي ثمانية بارك الله فيكم أبنائي و بناتي إذن ماذا نلاحظ من هذان المثالان أبنائي لا يتغير هنا ركزوا معي هنا أبنائي و بناتي لا يتأثر ناتج الجمع عددين بتغير ترتيبهما بدأنا ثلاثة زائدا خمسة فكان الناتج ثمانية كذلك بدأنا بالخمسة فقلنا خمسة زائدا ثلاثة كذلك كان ناتج الجمع هو ثمانية بارك الله فيكم إذن تسمى هذه الخاصية خاصية الإبدال تسمى خاصية الإبدال ما هي خاصية الإبدال أبنائي و بناتي لو تغيرت الأعداد أو ترتيب الأعداد المضافة لا يتغير ناتج الجمع سهلة ولا صعبة هل نتذكرها بارك الله فيكم طيب بارك الله فيكم خلونا نشوف المثال التالي هنا لدينا أقارن بين الإجابتين ماذا ألاحظ لدينا هنا في هذا النموذج بارك الله فيكم خمسة بالأعلى و بالأسفل لا شيء إذن خمسة زائدا صفر كم يساوي بارك الله فيكم يساوي خمسة مبدعين بمبدعات بارك الله فيكم إذن لاحظنا الأعداد المضافة هي الخمسة والصفر و ناتج الجمع هو الخمسة طيب بارك الله فيكم لو عكسنا بارك الله فيكم أو عفوا بدنا الأعداد المضافة و نلاحظ في النموذج أصبح في الأعلى صفر و في الأسفل خمسة إذن هنا صفر في الأعلى و في الأسفل خمسة إذن صفر زائدا خمسة يساوي كذلك خمسة بارك الله فيكم إذن أبناء و بناتي ماذا تلاحظون من هذان المثالان خمسة زائد صفر تساوي خمسة و كذلك صفر زائد خمسة تساوي خمسة ماذا نستنتج منها أبناء و بناتي بارك الله فيكم ناتج جمع الصفر إلى أي عدد يساوي ذلك العدد أي عدد راح أضيفه إلى الصفر لن يتغير هذا العدد صح ولا لا سيكون نفس العدد الخمسة أضفناها إلى الصفر فكان الناتج خمسة الصفر أضفناها إلى الخمسة هل تغيرت الخمسة لم تتغير إذن ناتج الجمع هو خمسة إذن هذه خاصية أخرى أبناء و بناتي إذن تعلمنا من هذه الأمثلة في هذا الإسعداد خاصية الإبدال و هي أنه إذا تغير ترتيب الأعداد المضافة لن يتغير ناتج الجمع كذلك تعلمنا أبناء و بناتي أن ناتج جمع الصفر إلى أي عدد ناتج الجمع سيكون ماذا؟ هو نفس العدد بارك الله فيكم لن يتغير بارك الله فيكم إذن خلونا ننطلق إلى التدريبات أبناء و بناتي حتى نتعكد من مدى فهمنا لهذه الخصائص الآن السؤال الأول بارك الله فيكم هنا يقول أوجد ناتج الجمع ننتقل إلى السؤال الأول لدينا في الشق اليمين هنا أربعة و في الشق اليسار ثلاثة إذن منها ننطلق أربعة زائدا ثلاثة كم تساوي يا أبطال؟ أربعة زائدا ثلاثة نستطيع أن نقوم بجمع هذه النقاط على هذه القطعة التي أمامنا أو هذا النموذج الذي أمامنا كم سيكون الناتج؟ مبدعين بارك الله فيكم الناتج يساوي سبعة بارك الله فيكم نعد مع بعض بارك الله فيكم حتى نتأكد واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة إذن ناتج الجمع ابناء و بناتي هنا هو سبعة أربعة زائد ثلاثة تساوي سبعة طيب ابناء و بناتي ركزوا معي أربعة زائد ثلاثة تساوي سبعة لو بدنا أو غيرنا ترتيب الأعداد المضافة الأعداد المضافة هنا هي أربعة و ثلاثة غيرنا ترتيبها فوضعنا الثلاثة في الأمام والأربعة في الخلف فاقدنا ثلاثة زائد أربعة كم سيكون ناتج الجمع يا مبدعين بارك الله فيكم نتذكر خاصية الإبدال لو غيرنا ترتيب الأعداد المضافة لن يتأثر ناتج الجمع سيبقى كما هو إذن ثلاثة زائد أربعة تساوي كم سبعة مبدعين ومبدعات أبناء أيبناتي بارك الله فيكم الآن انتهينا من هذا السؤال ننتقل إلى السؤال الثاني لدينا هنا في الشق اليمين كم يا أبطال ستة طيب في الشق اليسار صفر طيب بارك الله فيكم من هذا النموذج نرى ستة زائد صفر ما رأيكم يا مبدعين ومبدعات أضفنا عدد إلى الصفر هل يتغير هذا العدد لن يتأثر صح ولا لا سيبقى كما هو إذن ستة زائد صفر كم تساوي تساوي ستة أسعدكم الله طيب سهلا بارك الله فيكم طيب صفر زائد ستة أبناء أيبناتي كم سيكون الناتج الصفر أضفنا إليه ستة سيبقى كما هو ستة العدد لن يتأثر العدد صح ولا لا بارك الله فيكم إذن صفر زائد ستة تساوي ستة وبهذا نكون حلينا هذه الأسئلة سهلوا لصعبة مبدعين أبطال أبناء أيبناتي الآن أنتقل وإياكم إلى السؤال الثالث والرابع مع السؤال الثالث الآن أريدكم أن تقوموا بالحل أبناء أيبناتي ومن ثم نعود لنتأكد مع بعض الآن لدينا إثنان زائد أربعة وأمامنا هذا النموذج في السؤال الثالث إثنان زائد أربعة وبعده أربعة زائد إثنان هل نستطيع إيجاد ناتج جمعها؟ تفضل يا مبدعين معكم برها بسيطة من الزمن هيا يا أبطال وصلتوا للإجابة؟ بارك الله فيكم إذن خلونا نشوف كيف راح نحلها يا أبطال لدينا في هذا النموذج بارك الله فيكم إثنان زائد أربعة أستطيع مباشرة من النموذج أن أقوم بعدها صح؟ واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة إذن ناتج جمع اثنان زائد أربعة كم سيكون يا أبطال؟ سيكون الناتج ستة بارك الله فيكم كما قمنا بعدها الآن طيب أربعة زائد اثنان نفس الأعداد المضافة بس غيرنا ترتيبها هل أحتاج أن أعود وأعدها؟ لا أستخدم ماذا؟ خاصية الإبدال بارك الله فيكم قلنا إذا أغيرنا ترتيب الأعداد المضافة فلن يتأثر ناتج الجمع إذا ناتج الجمع اثنين زائد أربعة يساوي ستة فأربعة زائد اثنين سيكون كم؟ ستة يا أبطال بارك الله فيكم سألوا أولا صعبة لاحظتوا أن خاصية اللي تعلمناها خاصية الإبدال ساعدتنا في الوصول للإجابة بسرعة أبطال يلا خلونا ننتقل إلى السؤال الرابع في هذا النموذج اثنان على اليمين وخمسة على اليسار منها يا أبطال نستطيع أن نقول اثنان زائد خمسة كم تساوي؟ ها يا أبطال قموا بعد جميع النقاط في النموذج نجمعها مع بعض يلا يا أبطال كم طلع معكم؟ بارك الله فيكم سبعة دعونا نتأكد الآن ونقوم بعدها يا أبطال واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة إذن يا أبطال اثنان زائد خمسة نستطيع أن نقول ناتج الجمع يساوي سبعة بارك الله فيكم طيب يا أبطال الشق الثاني من هذا السؤال خمسة زائد اثنان أعدنا ترتيب الأعداد المضافة غيرناها إبدال ما هي باثنين زائد خمسة خليناها خمسة زائد اثنين هل سيتغير ناتج الجمع؟ لن يتغير ولن أحتاجي لن أعود لأعد من جديد أو أجمع هذه النقاط لماذا؟ لأنني سأستخدم خاصية الإبدال خاصية الإبدال تقول أنه لو غيرنا يا أبطال ترتيب الأعداد المضافة فلن يتغير ناتج الجمع إذن خمسة زائد اثنين كم ستكون الناتج؟ سبعة بارك الله فيكم سهلا ولا صعبة؟ مبدعين أبنائي و بناتي الآن خلونا نمسح و ننتقل إلى مجموعة أخرى من التدريبات بارك الله فيكم و قبل أن نبدأ هذا التدريبات نذكركم بهذا التذكير عندما أغير ترتيب الأعداد فإن ناتج الجمع لا يتغير ناتج الجمع لن يتغير إذا غير ترتيب الأعداد المضافة إذن استعمل قطع العد لأجد ناتج الجمع السؤال السادس بارك الله فيكم لدينا خمسة هنا في هذا النموذج على اليمين و واحد على اليسار هل أستطيع أن أجد ناتج الجمع؟ نحاول إذا عندنا قطع العد لستخدمها أبناء بناتي أعطيكم برهة بسيطة لإيجاد حل هذا السؤال و من ثم نعود ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر و كما طلب مني في السؤال سأستخدم قطع العد إذن أبناء بناتي لدينا هنا لاحظوا معي هذه كم قطعة أبناء بناتي؟ واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة سأضيف إليها كم؟ واحد كم ستصبح؟ بارك الله فيكم خمسة و أضفنا عليها واحد إذن واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة كم ناتج الجميع مبدعين؟ ستة أسعدكم الله إذن خمسة زايدا واحد تساوي ستة طيب بارك الله فيكم لو غيرنا ترتيب الأعداد المضافة خمسة زايد واحد و خليناها واحد زايد خمسة هل يحتاج أعود و أعد قطع العد؟ لا ما أحتاج لماذا؟ لأني تعلمت خاصية الإبدال بارك الله فيكم و التي تقول أنه إذا غيرت الأعداد المضافة أو ترتيب الأعداد المضافة لن يتغير ناتج الجمع هنا غيرنا ترتيب الأعداد المضافة الواحد أصبح هنا و الخمسة أصبحت هنا إذن خلاص لن يتغير ناتج الجمع واحد زايد خمسة سيكون الناتج كم؟ ستة مبدعين و مبدعات أبنائي و بناتي الله يسعدكم الآن ننتقل إلى السؤال السابع السؤال السابع لدينا هنا في هذا النموذج خمسة أسعدكم الله في الأعلى و في الأسفل أربعة بارك الله فيكم استعملوا قطع العد أبنائي و بناتي حتى توجدوا ناتج خمسة زايدا أربعة إذا ما توفرت لديكم قطع العد تستطيعون عن طريق النموذج اللي أمامكم يا أبطال تفضل يا مبدعين ترجمة نانسي قنقر وصلتوا للإجابة بارك الله فيكم حتى أوجد ناتج خمسة زايد أربعة راح أستعمل قطع العد حتى تساعدني في الجمع إذا هذه أمامنا كم بارك الله فيكم الآن واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة سأضيف عليها كم أربعة واحد اثنان ثلاثة أربعة كم أضفنا أضفنا أربعة الآن نريد أن نجد ناتجها كاملة واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة إذن أستطيع أن أقول خمسة زايدا أربعة تساوي كم تساوي تسعة يا أبطال بارك الله فيكم سهلا أو لا صعب سهلا الله يسعدكم طيب أربعة زايد خمسة هل أحتاج أن أعود وأمثلها بقطع العد لن أحتاج لماذا لأن نفس الأعداد المضافة نفس الأعداد المضافة خمسة زايدا أربعة أصبحت أربعة زايد خمسة إذن فقط غيرنا ترتيبها هل سيتغير ناتج الجم لن يتغير إذن سيبقى كما هو تسعة بارك الله فيكم سهلا أو لا صعب مبدعين يا أبطال الآن ننتقل وإياكم إلى الأسئلة التالية بارك الله فيكم هنا أسعدكم الله سؤال الثامن ستة زايد ثلاثة يا أبطال ستة زايدا ثلاثة إذن نستعمل قطع العد بارك الله فيكم حتى تساعدنا على إيجاد ناتج الجمعة تفضليم مبدعين هيا أبطال وصلتوا للناتج بارك الله فيكم إذن خلونا نستعمل قطع العد حتى تساعدنا على إيجاد ناتج الجمع ستة زايدا ثلاثة إذن وضعت في البداية ستة قطع واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سأضيف عليها كم سأضيف ثلاثة واحد اثنان ثلاثة إذن كم سيكون مجموعها قم بعدها من جديد واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة إذن ناتج ستة زايدا ثلاثة يساوي تسعة يا أبطال طيب بارك الله فيكم نفس الأعداد المضافة بسيبغير ترتيب أبدال ما هي ستة زايد ثلاثة ستكون ثلاثة زايد ستة كم سيكون ناتج الجمع سيكون ناتج الجمع تسعة يا أبطال بارك الله فيكم لماذا لأن تعلمنا خاصية الإبدال صح ولا لا إذا تغير ترتيب الأعداد المضافة فلن يتغير ناتج الجمع سيبقى كما هو طيب ننتقل إلى السؤال التاسع يا أبطال صفر مضافا إليه ثلاثة هل نستطيع يا أبطال بكل سهولة نستطيع صح ولا لا ذكروني يا أبطال الآن يا مبدعين أمامنا كم قطعة ثلاثة سأضيف إليها صفر بارك الله فيكم لن تتغير تغير الثلاثة لم تتغير طيب لو عكسناها يا أبطال بهذا الشكل قلنا الآن لدينا صفر أضفت إليها ثلاثة واحد اثنان ثلاثة هل تغير العدد الثلاثة بقى كما هو إذن كما تعلمنا هذه الخاصية إذا أضفنا أي عدد إلى الصفر فإن الناتج سيكون نفس العدد إذن صفر زائد ثلاثة سيكون الناتج ثلاثة يا أبطال وكذلك ثلاثة زائد صفر سيكون ثلاثة كما استعرضناها قبل قليل أبنائي وبناتي الآن أنتقل وإياكم إلى السؤال العاشر سبعة زائداً واحد يا أبطال كم؟ سبعة زائداً واحد هل تستطيعون باستخدام قطع العدد؟ تفضل يا مبدعي ترجمة نانسي قنقر هيا أبطال وصلت للناتج سبعة زائداً واحد إذن أبنائي وبناتي سأضع أمامي الآن سبعة قطع واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة سأضيف إليها قطعة واحدة إذن كم؟ سيصبح ناتج جمعها واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية إذن سبعة زائداً واحد سيكون الناتج ثمانية بارك الله فيكم طيب هل أستطيع أوجد ناتج واحد زائد سبعة بكل سهولة لماذا؟ لأن نفس الأعداد المضافة ولكن تغير ترتيبها هل تتغير الناتج لأن يتغير الناتج وسيكون الناتج ثمانية يا أبطال سهل أو لا صعبة لاحظتوا خصائص الجمع أنها تساعدنا في الوصول إلى الإجابة بشكل سريع أبطال الله يسعدكم الآن أنتقل وإياكم إلى الشريحة التالية الآن لدينا هذه الأسئلة بارك الله فيكم وهي من المسائل المهارات التفكير العليا السؤال هنا بارك الله فيكم الجبر اكتب العدد المفقود اكتب العدد المفقود سؤال أربعة عشر يا أبطال وركزوا معي أربعة مضافا إليه عدد مفقود هذا اللي نريد أن نوجده يساوي ثلاثة زائدا أربعة هيا أبطال هل نستطيع إيجاد هذا العدد المفقود نتذكر الخصائص اللي تعلمناها اليوم إذا بدنا الأعداد المضافة هل يتغير ناتج الجمع لن يتغير ناتج الجمع صح أو لا طيب هنا أبناء أربعة أضفنا إليها كم حتى تساوي ثلاثة زائدا أربعة ها يا أبطال مبدعين ثلاثة أسعدكم الله لماذا يا أبطال لاحظوا معي الأربعة هي نفسها هنا لم تتغير صح أو لا إذا الأربعة زائد الثلاثة إذا سأضيف إلى الأربعة ثلاثة حتى تتساوى الكفتين يا أبطال إذا حلينا هذا السؤال الآن ننتقل إلى السؤال التالي يا أبطال سؤال خمسة عشر لاحظوا معي واحد زائدا ستة تساوي ستة زائدا كم يا أبطال واحد زائدا ستة تساوي ستة زائدا كم أبطال زائدا واحد بارك الله فيكم سهلا أو لا صعبة سهلا يا أبطال يلا أبغاكم تحلوا لي سؤال رقم ستة عشر سبعة زائد اثنين يساوي عدد مفقود زائدا سبعة كم هو هذا العدد المفقود يا أبطال أبطال الله يسعدكم اثنان لماذا يا أبطال سبعة زائد اثنين خلاص السبعة هذه موجودة إذا أضفنا عليها اثنين أضيف هنا اثنين لأن الكفتين متساوية صح؟ بارك الله فيكم طيب سؤال رقم سبعة عشر لاحظوا معي يا أبطال عدد مفقود زائدا خمسة يساوي خمسة زائدا صفر ما هو العدد المفقود يا أبطال ها يا أبطال فكروا فيها صفر أسعدكم الله إذا صفر زائدا خمسة يساوي خمسة زائدا صفر سهل ولا صعبة يا أبطال بارك الله فيكم أبنائي وبناتي إذن إلى هنا نكون وصلنا إلى ختام درسنا لهذا اليوم اليوم تعلمنا كيف نجمع الأعداد بأي ترتيب وكذلك جمع صفر إلى أي عدد آخر يا أبطال نتذكر هذه الخاصيتين اليوم تعلمناها تركت لكم بعض الأسئلة أبنائي وبناتي حتى تتدربون عليها أكثر وأكثر إلى هنا سدعكم الله الذي لا تضيع وداعه في أمان الله